موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو مسلسل يور اونر يور اونر مسلسل قصير من شو تايم ونقطة مسلسل قصير دي حنحتاج نرجع لها بدأ عرضه يوم 6 ديسمبر وانتهى الأسبوع ده ومتاح حاليا للمشاهدة بالكامل من خلال منصة جاوي تيفي بعد ما كانت حلقاته بتنزل كل أسبوع على الخدمة بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة ودي مش هتكون آخر مفاجآت جاوي تيفي لأنهم في أول شهرين ليهم بعد الانطلاق في مصر جابوا مسلسلات حديثة وجابوا أفلام عربي بتتعرض لأول مرة وكذلك أفلام أجنبية حديثة وعدد كبير من الأفلام والمسلسلات المتميزة ولسه حيجيبوا أعمال تانية كتير بشكل حصري وقنوات تانية كتير كمان بالإضافة للقنوات المتاحة للمشاهدة من خلال جاوي تيفي فمن الأسبوع اللي جاي إن شاء الله حيطعرض 19 قناة مشفرة من او اس ان كعرض حصري لفترة محددة بدون أي إضافات على الرسوم والقنوات دي حتكون من ضمن التطبيق اللي عند حضراتكم وحتضاف تلقائيا فلو عاوزين تشوفوا مسلسل يورو آنر واتبعوا كل جديد على جاوي تيفي اشتركوا دلوقتي من خلال اللينك اللي في الديسكريبشن اللي اشترات بخمسين جنيه في الشهر أو عشرين جنيه في الأسبوع وافتكروا إن المشتركين من مصر مش محتاجين يكون عندهم كريدت كارد وممكن يشتركوا بسهولة من خلال شبكات المحمول اللي بالفعل مشتركين فيها وممكن تشتركوا في قناة فيلم جامد كمان بدون أي رسوم برضو لو ما كنتوش مشتركين بالفعل وممكن تعملوا لايك من غير رسوم وتعملوا شير من غير رسوم حاجات كتير قوي ممكن تتعمل من غير رسوم إلا خرق العدالة ومخالفة ضمير القاضي وده اللي بيعملوا مايكل ديزياتو في أحداث مسلسل يورو آنر لما بيتسطر على حادثة عملها ابنه آدم وراح ضحيتها روكو باكستر بعد ما بيكتشف إن روكو يبقى ابن جيمي باكستر زعيم أحد عائلات الجريمة المنظمة في نيو أورلينز مايكل بحكم خبرته كقاضي بيكتهد في مسح أثر الجريمة عن ابنه وبيخدع كل اللي حواليه عشان يحافظ على سلامته ولكن عائلة الضحية بتحقق في اللي حصل بكل جدية وبكل قصوة وبالرغم من محاولات مايكل مفيش جريمة في الدنيا ممكن أثرها يتمسح بالكامل فيا ترى إيه اللي حيحصل فكرة مسلسلنا لما نسمعها ممكن نحس إنها مش جديدة قوي المعضلة الأخلاقية اللي بيتحط فيها بطلنا اللي بيتطر يخالف مبادئ قيمه من أجل الحفاظ على حاجة مهمة في حياته دي ممكن أصلا تكون الحبكة الرئيسية في بتاع 20-25% من مسلسلات رمضان في آخر عشر سنين بس في حاجة بتحافظ للمسلسل ده على التماسك وإثارة الاهتمام وهي الخطوط الدرامية الفرعية تفاصيل علاقة الأب بابنه نوعية القاضي اللي هو بينتملها تاريخ الأسرة المحمل بالأحزان علاقات مايكل العملية في مجال القانون وتفاصيل حياته الرومانسية كذلك بالإضافة للجانب الآخر من الأحداث تكوين عائلة جيمي باكستر تعقيدات العلاقة ما بينه ما بين مراته ما بينه ما بين أولاده تفاصيل كتيرة جدا وجيدة جدا ومن بدري قوي كلها بتخش جوه اللعبة وبيكون لها تأثير والتأثير ده بنشوفه وهو بيكبر وبيتطور معانا لغاية لما كل خط فيهم بيوصل لنقطة الاختيار الاختيار المتكرر اللي دايما بيتطرح قدام مايكل شرفك كقاضي والحياة وحرية ابنك أفضل مراحل المسلسل على الإطلاق في رأيه الشخصي هي الحلقات التلاتة الأولى تقديم الخلفيات بتاعت كل الخطوط دي ما خدتش أي وقت تقريبا وتعرفنا عليها كلها كتوابع للحادثة الإيقاع كان سريع والأعصاب كانت مشدودة كنت متفاعل جدا مع اللي بيحصل وعمالة شغل مخي زي زي مايكل بالزبط إيه اللي ممكن نكون نسناها إيه اللي لازم ناخد بالنا منه إيه الحلقات المفقودة اللي حترجع تأذينا في المستقبل ما بين الحلقة الرابعة والستة مقدرش أقول إن المستوى المسلسل تراجع بس طبيعة الأحداث اختلفت ومركز الأحداث تغير بعد ما كان الحادثة أصبح صراع قانوني إيقاعه أبطأ بكتير وطبيعة أحداثه شاعرية شوية مليانة رمزيات ومشبعة بالجمل الحوارية المعقدة اللي الصراحة في بعض المناسبات كان صعب علي أسدق إنها ممكن تتقال في الحياة العادية بس التماسك العام حصلش فيه أي خلل والبقرة الرئيسية اللي بتدور حواليها كل الأحداث فضلت ثابتة وهي التساؤلات والاختيارات اللي بتقابل مايكل واللي عمالة تبقى أصعب وأصعب والخسائر عمالة تبقى أفدح وأفدح بس أرجع وأقول التماسك العام للدراما في التلات حلقات دول لم يتأثر ومع كل أسف مقدرش أقول كده على التلات حلقات اللي جم بعدهم لأنهم الحقيقة كانوا مليانين مشاكل يمكن تلخصها في تلات عنوين رئيسية العنوان الأول هو الصدف وهي السرطان الرئيسي اللي ممكن يهد التماسك أي عمل درامي من أي نوع خصوصا لما بتتعدى العدد المقبول وتأثرها بيبقى كبير وتقترن بالمشكلة التانية اللي بتهد التماسك الدراما وهي الملأمة المبالغ فيها تواجد حد في مكان مناسب أكتر من اللازم قيام أحد الشخصيات بتصرف ملائم أكتر من اللازم وقوع حدثين أو أكتر فيه تزامن مناسب أكتر من اللازم وعلى الرغم من المخالفات الكتيرة دي كلها نكتشف أن الخطوات اللي بنيمشيها دياءة جدا وده بيقود للعنوان التالت وهو تكرار نفس المواجهات عدد كبير من الشخصيات كل مرة أي اتنين فيهم بيتقابلوا بيقولوا نفس الكلام وبيهددوا نفس التهديدات وبيخرجوا بنفس النتائج زي ما يكونوا بيزقوا بينا عشان يوصلوا للحلقة الأخيرة اللي كان في إيدها كل حاجة يا إما تفكرنا بالشق الجيد من الأحداث وتنتصر للمسلسل بشكل عام يا إما تواصل الانحضار وتنسينا أي لحظة كويسة قضناها مع المسلسل وهي في الحقيقة لا عملت دا ولا عملت دا هي ارتكبت حفنة جديدة من الجرائم الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل يور اونر يا جماعة من أسوأ ما شهدت في آخر خمس سنين مثلا سابت أسئلة كتيرة جدا من غير إجابة وحتى الأسئلة اللي حسمتها عملت دا بشكل فوضاوي جدا ومنافي للمنطق ومفيش داعي أحاول أفتكر فيه كام شخصية رحلتها لم تكتمل هو الحقيقة أسهل نعد الشخصيات اللي رحلتها كتملت وهنا بقى نسأل السؤال المهم هو فعلا يور اونر مسلسل قصير؟ مسلسل يور اونر يا جماعة مأخوذ عن مسلسل إسرائيلي ولكن المسلسل الإسرائيلي مش مسلسل قصير دا مسلسل اتعمل منه موسمين وكل موسم فيهم يا إما وصل يا إما تعبى العشر حلقات وأنا أعتقد أن المسلسل يور اونر كان المفروض يمشي على نفس النهب ولكن يا إما نسب المشاهدة ما كانتش مرضية يا إما ردود الأفعال على الحلقات كانت محبطة فصدر قرار أعتقد أنه متأخر بعدم استكمال المسلسل وما تنخدعوش من فكرة أنه من البداية متقال عليه مسلسل قصير دي بقت الموضة دلوقتي في المسلسلات الأمريكية كل المسلسلات بيتقال عليها مسلسلات قصيرة لغاية لما يشوفوا رد الفعل لو تمام يقول لك خلاص عشان خطركم حنعمل مواسم تانية لو مش تمام يقول لك هو من الأول كان مسلسل قصير وخلاص ولكن في حالة مسلسل يور اونر الأمر مختلف لأن فيه دلائل على أن المسلسل ده اتقطع في نصه أولا الكارثة المسمى بالحلقة الأخيرة وثانيا المرجع للمسلسل منقول منه عشان كده صعب قوي حد يتفرج على المسلسل ده ويوصل لتقييم كامل للأحداث لإني أنا شخصيا حسيت أن أنا تفرجت على حاجة لم تكتمل وإن كان كتير من مكوناتها وصل لدرجة مرتفعة جدا من الجودة أخص بالذكر أولا وأخيرا الحلقة الأولى وبالتحديد مشهد الحادثة حاجة كده يا جماعة ما تقدرش تتخيلها في أسوأ كوابيسك إقاعها بطيء ومليانة تفاصيل كل لحظة فيها بتصدر نوع مختلف من الرعب واللي حصل فيها بس زرع خطوط ممكن يتعامل عليها 3-4 مواسم مقدرش أقول إن فيه أي لحظة تانية في المسلسل كله ممكن تصل للحظة دي على مستوى الإتقان اللحظات الشاعرية اللي قلنا عليها دي كان ليها ظهير بصري جيد وبالتحديد على مستوى الرمزيات اللي بتشرح أكتر تفاصيل كل علاقة وإن كانت المرحلة دي كلها ما طولتش معانا أو يمكن تكون اختفت تحت المنغصات بتاعت الدراما اللي تكلمنا عليها واللي برضو أثرت بالسلب جدا على الأداءات التمثيلية لإن أغلبها شابوا التكرار والقولبة شخصية معينة لها تصنيف معين حنستدعيها في الآخر خالص عشان تطرح الاختيار بتاعها قدام بطلنا بس طوال الأحداث عملت عيد وتزيد في الآلب بتاعها ممكن نستثني من ده شخصية مايكل طبعا وأداء براين كرانستن اللي أعتقد أنه يستحق كل تأدير واللي في كل لحظة كان بيتطرح قدامه اللي اختيار الصعب كان بيجسدها بشكل منعش وقدر يهرب بالنطاق الواسع بتاعه من مشكلة التكرار ولكن أنا حسيت في بعض الأحيان أنه بيحاول يعيد ماجد وولتر وايد لأن بصراحة المعدلة الأخلاقية اللي عندنا في المسلسلين متشابهة متشابهة على مستوى الفكرة بس طبعا لأن شتان الفارق ما بين القيمة الدرامية والفنية والتقنية وكل حاجة في الدنيا بس في النهاية بالنسبة لأداء براين كرانستن بالتحديد أنا حديله براءة كاملة مايكل ستولبرج على الجانب الآخر في دور جيمي باكستر حياخد براءة مشروطة لأنه كان رائع جدا في النص الأول من الأحداث ولكنه وقع في فخ الملل في النص الثاني من الأحداث المرحلة اللي كان فيها صراع واضح ما بينه وما بين مراته هي أفضل أوقاته في المسلسل وكذلك الفترة القصيرة اللي قضاها مش عارف يحس بإيه ومش عارف يعمل إيه بس في النص الثاني من الأحداث كل حاجة كان بيعملها كانت نسخة من الحاجة اللي قبلها يبقى أداء واحد بس عاوز أشكر فيه وهو ليلي كي في دور فيا باكستر وده لأنها كبروفايل بشكل عام حاجة ما بنشوفهاش كتير لا على مستوى الشكل ولا على مستوى التصرفات ولا على مستوى التعبيرات ولا على مستوى القرارات مش عارف لو هي اللي كانت متمردة شوية في طبيعة أداءها عن الآلب اللي أنا كنت متوقعه ولا باقي الشخصيات كلها اللي كانت متقولبة أكتر من اللازم حبيت أغششكم إحباطي من الحلقة الأخيرة عشان لو قررتم تتفرجوا تعرفوا أنتوا مقبلين على إيه أنتوا مقبلين على رحلة درامية جيدة جدا بدأت بدرجة تماسك مبهرة وبعدين انتصرت لبعض الأشكال الفنية على حساب إيقاع الأحداث وبعدين تخبطت شوية وبعدين فس خلال الرحلة دي بقى كلها في حاجات كتير صالحة للاستمتاع وأنصح الجميع بالتأمل والتماعون في الحلقات الخمسة أو الستة الأولى لأنه هم دول اللي فيهم القيمة الفنية والدرامية الحقيقية ويمكن براين كرانستن بمفرده هو اللي بينقض الأربع حلقات اللي بقيين ده لو كانوا صالحين للإنقاذ يعني تقييمي لمسلسل يورو آنر هو ستة من عشرة يعني لما وصلت لمقطة التقييم حسيت أن أنا عاوز أنتصر لللحظات الجيدة اللي في المسلسل مناقشة الحلقة إيه هو المسلسل اللي كان عندكم فوق قوي وبعدين فقط كتير من قمته فقط في الحلقة الأخيرة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوجو وبي باي